أقدم مهنة عارفها الإنسان على الإطلاق هي الزراعة والزراعة جيل ورجيل في مصر من ألاف السنين بيسلموا وبيعلموا ولادنا إزاي نحط البذرة وإزاي نرائب الزراعة وإزاي نشوفها بتجبر والزراعة حاجة بتعلم الطفل حاجات كتير جداً بتعلمه الصبر وبتعلمه قيمة الجمال وبتعلمه الألوان المختلفة من أيام وفي طبور أحد المدارس المصرية تم إطلاق مبادرة للتشجير وإعادة التدوير إحنا هنخلي ولادنا يزرعوا شجر وبعد كده يفصلوا المخلفات بتاعت هذه الأشجار سواء مخلفات عضوية تتحط في حتة أو المخلفات الصلبة تتحط في حتة المبادرة دي في الحقيقة هي نتاج تعاون مثمر ما بين وزارتين وزارة التربية والتعليم من جانب ووزارة البيئة بهدف غرس السلوك الإيجابي للحفاظ على البيئة صحيحة مصطفى والانطلاق ضمت زراعة أشجار وكان فيه ورش عمل تدريبية وتوعوية للأولاد في المدارس علشان كمان يقدروا أنهم يقوموا بالمبادرة دي بمنتهى السلاسة والبسطة هنعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة وأهميتها وأهدفها من دكتور رياسر عبدالله صباح خير ونوار صباح خير حدرتك هي المبادرة دي بدأناها مع وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الجديد قلنا أن احنا هنبدأ نشجع الطلبة في المرحلة الابتدائية على عملية فصل المخلفات داخل المدرسة بالتوازي عملية التشجير زي ما حضرتكم أشارته بدأنا أن احنا نختار نموذج تجريبي 50 مدرسة في المنطقة الشرقية في محافظة الكهيرة و50 مدرسة في المنطقة الخاربية نزلنا ندوات تدريبية وتوعوية للطلبة إيه همية فصل المخلفات وليه إحنا عايزين نفس المخلفات داخل المدرسة وعينيهم قلنا لهم يحط بواي الأكل في الصندوق ده وأي مخلفات تانية في الصندوق ده التشجير عملية الفصل برضو بالتوازي وعينيه عن عملية الزراعة وإيه همية الزراعة وبتساعد في الحفاظ على البيئة إزاي ودي نمازج تجربية لعملية الزراعة برضو أن يحافظ على البيئة الخارجية مش داخل المدرسة بس وده بينعكس على السلوك داخل المنزل نفسه يعني الطالب اللي بتعود داخل المدرسة على عملية فصل المخلفات ويحط المخلفات هنا في حاوية والمخلفات العضوية في حاوية تانية ده بينعكس على البيت الخارج بينعكس على البيئة الخارجية في عملية الزراعة لما نشجعه في عملية الزراعة فده كان الهدف الأساسي اللي تم مع وزارة التربية والتعليم ده نموذج تجريب إن شاء الله هنعممه على كل المدارس خلال الفترة اللي جاء عادة تدوير تي فكرة مهمة جدا احنا عندنا كنوز احنا بننتج اطنان من القمامة وللأسف في بعضها بيحرق والحرق ده بيخلي فيه اضرار للبيئة في حين ان احنا لو استفدنا منها وخلينا العضوي عضوي وخلينا البلاستيك بلاستيك وخلينا الورق ورق هنعرف نستفيد من الورق ده نعمل ورق تاني والبلاستيك نعمل منه بلاستيك تاني كلمنا عن القصة دي وازاي احنا لما نفصل المخلفات هنستفيد منها وازاي لو ما عملناهاش هنضره طيب بداية لو انا ما فصلتش المخلفات مش هقول ان انا مقدرش اقدر ادورها اقدر ادورها بس بقى في صعوبة في عملية تدوير مخلفات لو المخلفات العضوية موجودة مع البلاستيك موجودة مع الكارتون المخلفات العضوية دي هتبقى ملوسة بالمواد الكيميائية في البلاستيك والكارتون وخلافه فهيصعب ان انا نزلها في الزراعة ثاني كسماض عضوي للأرض الزراعية لكن في حالة فصل بوائي الأكل في مكان والبلاستيك والكرتون في مكان تاني ده بقدر زي ما حضرتكم أشارته أن أنا أعيد تدوير البلاستيك تاني وأقدر أعيد الكرتون تاني وأقدر أعيد الكنز تاني كألمونيوم والباقي المخالفات العضوية أقدر أننا أحولها لsn episodes عضوية للأرض الزراعية زي ما أشارته حضرتكم إحنا عندنا كمية تولد لمخالفات 26 مليون تن مخالفات نوع واحد من المخلفات السنويا هي المخلفات البلدية 26 مليون طن سنويا أي المخلفات البلدية؟ المخلفات التي هي المتولدة على الأنشطة المنزلية المخلفات العادية التأث которая لكن عندنا أنواع كثيرة من المخلفات لها قيمة اقتصادية برضو المخلفات الزراعية وكان عندنا خلال اليومين اللي فاته وزارة الإنتاج الحاربي بتفتتح أول مصنع لتدوير مخلفات الموز مخلفات الموز دي نحن عندنا 120 ألف فدان سنويا سنويا بينتجوا 12 مليون طن مخلفات الموز سنويا كان كل ده بتحرق كل ده بسبب دراء للبيئة بدأنا نحوله الجزء اقتصادي جزء بينتج منه كرتون مخلفات الموز كرتون الموز اللي هو قشرة الموز والصباطة والشجرة نفسها الهيكل نفسه ده بتعامل ورق بتعامل ورق وبتعامل الكرتون وبدأ ينزل السوق وبدأنا نصدر كمان منه المصنع يشتغل لا وعندنا قيمة اقتصادات تانية يمكن بشكر وزارة الانتاج الحربي عليها بدأنا نصنع خطوط ان احنا نورطها لافريقيا افريقيا بتنتج 17 مليون طن او زراعة 17 مليون فدام موز في افريقيا افريقيا محتاجة الخطوط دي احنا الانتاج الحربي بدأ التجربة ان يصنع الخطوط دي وهنورطها لافريقيا ان شاء الله ودي بشكر عليها وزارة الانتاج الحربي ان احنا انها بدأت تفكر كمان مش فكرة انها تشجع عملية التدوير مخلفات الزراعية وتحقق قيمة اقتصادية لا بدأت تفكر انها تصدر لافريقيا وتجيب قيمة اقتصادية وعملة للدولة المصرية تعاون وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم تعاون متمر جدا وبالتالي كمان بيعود عن نفع باننا بيبقى عندي طلبة اكثر وعي باللي بيحصل في البيئة وزي الحفاظ على البيئة يعني النقطة دي اهم نقطة في منظومة ادارة المخلفات جزء الوعي وجزء الثقافة لدى المواطن انا هتكلم من المواطن بصفة عامة لو بدأنا بالناشئ الصغير تدريب واننا اوعيب منظومة ادارة المخلفات انا هنشئ منظومة جيدة وسليمة لادارة المخلفات واوجه التعاون اللي بدأنا مع وزارة التربية والتعليم في موضوع المخلفات وموضوع التشجير هيبقى لي ناكاس ومردود ان شاء الله جيد على البيئة مش فكرة وزارة التربية والتعليم بس احنا بنتعاون مع كل الوزارات في كل انواع المخلفات بنتعاون مع وزارة الزراعة في المخلفات الزراعية بنتعاون مع وزارة الترمية المحلية والمحافظات في المخلفات العرادية بنتعاون مع وزارة الصحة في المخلفات الطبية واوجه الخطورة خاصة بيها فكل الحاجة اللي احنا عايشين فيها في الحياة بيتولد عنها مخلفات في الاخر بتصبح مخلف لازم افكر ازاي يدور المخلف ده إزاي يبقى قيمة اقتصادية؟ لو حضرتك دخلت سوبر ماركت وجبت كذا حاجة من سوبر ماركت لو بصيت على كيس المخلفات داخل المنزل هتلاقي منه 30% من الحاجة اللي انت جاب هتلاقي علب الجبنة كنز علب الكنز يصنب انت طلبت أوردر النهاردة من أي مطعم شوفي الباكينج عامل إزاي زمان كان عامل إزاي ده فعلا 30% أو أكتر هتلاقي كرتون وحتلاقي ورق وحتلاقي ألمونيوم بتاع الكنز وحتلاقي بلاستيك شالمه وحتلاقي مليون حاجة ده الفكر اللي بدأنا عندنا دلوقتي احنا بدأنا وصلنا الناس بالتدوير 30% المخلفات دي وعندنا استراتيجية خلال السنتين اللي الجايين نوصل الـ 60% وده دي استراتيجية كويسة ان احنا وصلنا على الأساسها احنا عندنا دلوقتي مصانع كرتون بتدور الكرتون عندنا مصانع بلاستيك بتدور بلاستيك وبتدور كل البلاستيك اللي موجود داخل مصري سواء البيئتي ازاز المية او خلافه عندنا مصانع كرتون كتيرة بتدور الكرتون ما بتجيبش خامة من برة اللي على أساسها بستورد وبطلق عملة صعبة لا انا بقيد استخدام وبعيد تدوير المخلفات وبعيد تدوير المنتجات اللي موجودة في السوق بحيث ان انا بوفر قيمة اقتصادية فالمخلفات دي هدف اقتصادي وفرنا قد ايه وهدف لهم صحي عندنا احصائية وكذا وفرنا قد ايه يعني احنا كنا بنستورد مثلا البي في سي اللي هو الكور الصغير اللي بتعمل البلاستيك دي نهارنا لما جيبي الكنز وبتاعها بكذا وفرت كنا بنجيبي الكرتون من برة نهارنا لما بعيد تدويره الورق كذلك وفرنا هقول لحضرتك حاجة يمكن الاركوم هتلاقيها بالضبط عند هاته التماس صناعية لكن انا في نقطة مهمة جدا بدأت الشركات الكبيرة مش عايز اقول اسمائي الشركات بدأت تجنة وتعب معانا كوزارة البيئة هدفها انها يتم عادة تدوير الخامة الخاصة بها تاني عشان تتجنب استراض الخامة دي الخاصة بها نحن وفرنا وعملنا كمان يعني شغلنا شباب وراضينا على البطالة ليه هدف سامي زي ما قلت لحضرتك ودي منظومة كبيرة منظومة لازم نشتغل مع كل الوزارات ما نشتغلش الواحدنا احنا بنحط الاطار العام والاطار الاستراتيجي للمنظومة لكن كل الوزارات اللي بتنفذ وبنحط لها الاطار اللي اشتغل عليه وبالتوازي جزء القطاع الخاص مهم جدا مش هنقدر نشتغل في عملية تدوير من غير ما يكون قطاع خاص كل اللي شغال في عملية تدوير المخلفات دلوقتي قطاع خاص حتى الانتاج الحربي المصنع اللي عمله الأخير في مصنع متين الحربي معاه قطاع خاص ومقطاع خاص كبير والهدف اللي على اساسه هيتم الدخول في افريقيا كلها لان ده مخلف موجود بكميات كبيرة في افريقيا كلها ده عائد اقتصادي لمصر كنا برضو بالتوازي بنفتتح مصنع كرتون في المدينة الستة اكتوبر كل الخامة بتاعته جايبها من السوق المصري من مخلفات السوق المصري جايبها من كل المحافظات 27 محافظة ما بيستوردش حاجة ده عائد اقتصادي كويس للبلد برضو بالتوازي نحن افتتحنا مصنع الأزاز المية العادية اللي بيتي كل انتاجه من السوق المحلي ما بيستوردش اي خامة مبر ده حاجات الصناعات اللي احنا بنشجعها اللي ما بتاعتمدش الخامة بتاعتها على الاستراض من خارج بتاعتمد على الخامة بتاعتها من السوق وعادة تدوير الموجود داخل السوق الألية التجميع مهمة جدا وديه الألية اللي بدأنا بيها في المدارس ومش المدارس بس هنبدأ بيها احنا هنبدأ فيها داخل الوحدات السكنية كمان هنشجع الناس داخل الوحدات السكنية هنشجع الناس داخل المجالات داخل المشاوات في المدارس على الفصل والتوعيب ده. حضرتك قلت في البداية أن هم 50 مدرسة في المنطقة الشرقية و50 مدرسة في المنطقة الغربية من محافظة القهارة. هل في أهداف المبادرة أنها يتم توسيعها في الفترة المقبلة تشمل عدد كبير من مدارس في عدد كبير من محافظات الجمهورية؟ طبعاً، بس أنا أليه محددات قبل منزل المبادرة. المحددات أن يكون فيه اكتخص بيقوم بجمع المخلفات دي يومياً أكيد أنها مش هفصل والمخلفات دي مش هتجامع. الفكرة اللي على أساسها أن احنا بالتوازي دلوقتي بالتنصيق مع المحافظات بنزل قطاع خاص أن يشتغل في منظومة جامعة المخلفات بصفة عامة من الأحياء داخل المحافظات. فمحافظة القهارة نزل للمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية شركتين على أساسه بدأنا النموذج التجريبي داخل المنطقة الشرقية وداخل المنطقة الغربية. بالتوازي كل المحافظات اللي هينزي فيها قطاع خاص إحنا بننصق مع وزارة التربية والتعليم بيام بالمدارس هننصق مع القطاع الخاص هيتم توزيع الحوايات مش توزيع الحوايات بس يومياً مع انتهاء العام الدراسي الشركة دي بتقوم بجامعة المخلفات دي مفصولة بتقيم كل مدرسة في نموذج للتقييم التزموا بعملية الفاصل في حافظ للشركات دي هتدي للمدارس هينعاكس على الطلبة وهينعاكس على المدرسة في استجابة من الطلبة؟ في استجابة يمكننا أنا زرت كذا مرة قبل التجربة دي بدأت الطلبة فكرة الحافظ دي مهمة جداً وفكرة التوعية دي مهمة جداً وفكرة أن الطالب يحس لما يفصل أنها هينعاكس عليه قبل ما يعيب عملية البيئة ونقوم بعملية البيئة فمحنا بنوعيز زي برضو يعني أنا عايز أعرف رضا فعالة الطلبة وازاي أنا بوصل لهم الفكرة يعني هل بنعمل محاضرات هل النظر في الطبور الصبح بتكلم عنها؟ داخل الطبور وداخل الفصول بيدخل ناس من الشركات في جزء التوعية والتدريب داخل الشركات بحاجات بسيطة كده بيوعد طالب هو أنت ليه أهمية أن أنت تحط الجزء بواق الأكل هنا وتحط البلاس والكارتون هنا وإيه الضرر لو أنت ما عملتش الجزئية دي طيب إيه رأيكو لو عملت الجزئية دي في حافز كذا هنديه ليكو ككذا فالطلبة بدأت تتشجع أنها تحط الجزئية دي يمكن عملنا سيرفيو لكذا مدرسة لقينا الطلبة بدأت تلتزم وده نقطة مهمة جدا اللي على أساسها هيتم نجاح المبادرة إن شاء الله كنزة حقيقة ممكن تستغلوا كدولة ممكن توفر بيه عملة صعبة ممكن تشغل بيه شباب ده اللي بيحصل دلوقتي وده اللي بنقدر نوعي من خلاله أولادنا في المدارس اتفاقية أو بورتوكول تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين وزارة البيئة من أجل فصل المخلفات في المدارس التشجير وإعادة التدوير بنشكر الأستاذ ياسر محكوب رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة اللي وضح لنا يعني هذه الفكرة وشرح حالنا بالتفصيل شكرا جزيلا لحظة شكرا جزيلا لحظة شكرا لحظة